في سماء العراق تحلق الطموحات دوما نحو ضبط الامن وإعادة الهدوء هذه طائرة F-16 أمريكية الصناعة تتواجد ضمن مجموعات طائرات يملكها العراق لكن التهديد الذي يحدث على الأرض يحدث أيضا في السماء بعد أن تحدث التقارير عن تهديد الهجمات الصاروخية التي تنفذها فصائل خارج على القانون وتدعمها إيران أصبحت شركات الصيانة الأمريكية تفكر بالانسحاب والتخلي عن مصير طائرات F-16 التي تدخل في خدمة الحرب على داعش تقرير نشرته صحيفة ميليتري ووتش الأمريكية يفيد بأن صيانة تلك الطائرات تتوقف على الخبراء التقنيين الأمريكيين الذين قد ينساحبون من العراق لتغييرات انطرأت على الأوضاع السياسية قيادة العراق العسكرية لم تتوقف مكتوفة الأيدي نهجها في مواكبة كل جديد يلزم لصناعة هيبة الدولة في السماء وعلى الأرض شراء سوخوي 57 الروسية أقوى مقاتلة في الجيش الروسي هو التفكير الجديد لديها بعد أن أصبحت هناك معديرة في خلل قد يصيب منظومة صيانة F-16 لكن غلاء ثمنها هو العائق أمامها من أن تهبط أولى المقاتلة الروسية على الأرض العراقية سوخوي لم تكن وحدها التي وضعت القيادة العسكرية العراقية رغبتها في شرائها إنما أيضا ومن السعي الدعوب على حماية أمن البلاد فإنها تسعى إلى شراء منظومة S-400 الروسية المضادة للجو في تفسيرات يرى خبراء السلاح أن العراق عازم على إنهاء وجود التنظيمات الإرهابية وتطهير البلاد من أي جماعات خارجة على القانون